بعد حضركم شمانتسين ما تعلمنا مع بعض ازاي ادري اعمل الشيط لست الموجود عندي وازاي اظهر حاجة وافي حاجة جواها عايزين اتعلم مع بعض دلوقتي ازاي اعمل سكاديول خاص بالجنرال لوتس انا عندي مجموعة من الجنرال لوتس عايز اعمل لهم جدول بحيث استخدومه في اي بروجيكت موجود عندي وعدل فيه بونتها سهولة بعمل الكلام ده زي بشمانتسين بروح على قيمة فيوم بروح على اسكاديولز بقول له حاجة نيو اسكاديولز من هنا او رايد كليك من هنا نيو اسكاديولي نوعه ايه اسكاديول ده انا بفضل انزل انزلها الا هو حاجة اسمها جنرال موجودة عندي بس بدل ما بختار النوع اسكاديول بقول له حاجة اسمها اسكاديول كيز هنعرف ايه اسكاديول كيز دلوقتي وبدلو نيم من هنا ولا كنا سميه جنرال نوتس بالشكل ده ده الاسم بتاعه وبدلو برضو هنا ايه الاسم بتاعه بالشكل ده هو الوكي تعالوا نشوف مع بعض ايه الموجود عندي في حاجة اسمها الكي نيم والكومنت هم دول اللي انا عايزه ان هو يبدأ يرقملي يديني كي نيم لو انا عملت من هنا انسيرت داتا رو شايفين منتها السهولة بشمانتسين اقدر اعمل هنا الارقام واخد من هنا النوت اللي انا عايزة مسلا عليكم النوت زي دي كده كنترول سي راجي رايح هنا وقوله كنترول في بالشكل ده اللي بعدها مسلا كزا في يبقى الامور بتاعتك بسيطة وسهلة وسكاديول جاهز اوتوماتيك تقدر تكتب تعدل اه تعمل كل اللي انت عايزه منتسه لما سامل هنا كنترول سي تجي انا كنترول في بالشكل ده كده بشمانتسين تمام بقى عندك شي تسمو جنرال نوتس تقدر برضو في مثلا تيجي على الجنرال نوتس وتروح جايبوا من هنا كده وتضيف هادي الشيط عندنا تكبر شوية بالشكل ده الكي موت من هنا مش عايز تزر كلمة الكي نيم دي وتزر الكومنت تقدر عادي يخلص من هنا تقول له من قيمة اه تعالي ناخدهم كلا سورتنج طبعا بايكين ايم بالترتيب فورماتنج ابيرانس هتروح على الابيرانس هتقول له حاجة اسمها شو هيدرز او شو تايتلز لو انا اعيسف خلي التايتل موجود احنا محتاجين التايتل يبقى نقول له شو هيدرز انا عايز التايتل جنرال نوتس اشيل ليه الهيدر بالشكل ده بقى عندي جنرال نوتس ادركتب كل النوتس اللي انا عايزها بمنتاز سهولة زي ما حضراتكم شايفة كانت نوتة مهمة جدا عندي عشان اقدر استخدمها في الشيتس ممكن كمان اعمل كمان في الجنب هنا الاسكادول ده اهو ازبطه مسلا ان هو ياخد نفس المساحة هنا كده مسلا بس دي هنتعلم ازاي نزبطها مع بعض في ازاي اعملها بالنسبة للشيتس هنا انما اللي همني بتاعت الجنرال نوتس بالشكل قدامنا ده كده تمام كده بشوانسين ان شاء الله في هذا الجاي نكمل مع بعض بإذن الله تعالى شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته